السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكارباء إلكتريك بعدما تعرفنا على مفاهيم القدرة الكاربائية للتيار المتردد في الحلقة الأولى من هذه السلسلة وتعرفنا أيضا على القدرة الفعالة وأهمية معامل القدرة وتأثيره على شدة التيار حان الوقت للتعرف على حساب القدرة الغير فعالة وأيضا للتعرف على سلبيات القدرة الغير فعالة ولماذا هي غير مرغوبة فيها تقنيا في مجال الكارباء كالعادة لمن التحق بنا مؤخرا كل الحلقات المرتبطة بالشرح ستجدونا في وصف أو نهاية هذا الفيديو لنرفع فاصل القناة وندخل بعد ذلك للشرح بسم الله الرحمن الرحيم القدرة الغير فعالة نرمز لها بالحرف P ووحدتها هي الفار سنتمي ما بدأنا في الحلقة الماضية أي أننا سنعمل الآن على حساب وتحديد القدرة الغير فعالة للمصفاحين اللذان شاهدناهما في حلقة القدرة الفعالة لكن أولا كيف سنحسب القدرة الغير فعالة لمصفاحين لحساب القدرة الغير فعالة لمصفاحين لابد أن نتعرف على علاقة حساب القدرة الغير فعالة والتي هي القدرة الغير فعالة P تساوي الجد في شدة الطيار في سينيس في يعني القدرة الفعالة والقدرة الغير فعالة متشابهتان تماما الفرق بينهما هو كوسينسفي بالنسبة للقدرة الفعالة وسينسفي بالنسبة للقدرة الغير فعالة كوسينسفي معروف وهو معامل القدرة أما سينسفي علينا حسابه وتحديد قيمته عن طريق عمليتين حسابيتين سهلتين جدا بواسطة آلة حاسبة فقط أولا علينا تحديد زاوية الإزاحة في بالدرجة عن طريق حساب كوسينسفي يعني قيمة الزاوية في هي حساب كوسينس أس طاقس واحد في ستفهمون جيدا عندما سنطبق ذلك على أمثلة الشرح أي المصباحين سنبدأ مع مصباح تنغستين وسنحسب زاوية الإزاحة لديه عن طريق معامل قدرته الذي هو واحد إذن كوسينس أس ناقس واحد واحد تساوي سفر كما تشاهدون حسب الآلة الحاسبة فقط يعني أن زاوية الإزاحة هنا هي سفر درجة بالنسبة للمصباح تنغستين الآن تعرفنا على قيمة زاوية الإزاحة في بالدرجة بعد التعرف على قيمة زاوية الإزاحة في بالدرجة سنحسب سينسفي يعني سينس سفر درجة سينس سفر درجة يساوي سفر يعني أن سينسفي تساوي سفر لمصباح التنغستين سنكرر نفس العملية مع مصباح الليد وسنحسب سينسفي إذن أول شيء سنحسب قيمة زاوية الإزاحة بالدرجة عن طريق قيمة معامل القدرة قيمة معامل القدرة المصباح الليد هي سفر فاصلة سبعة لنعود إلى الآلة الحاسبة كوسينس أس ناقس واحد سفر فاصلة سبعة تساوي خمسة وأربعون فاصلة سبعة وخمسون درجة إذن سينسفي يساوي سينس خمسة وأربعون فاصلة سبعة وخمسون يساوي سفر فاصلة واحد وسبعون إذن سينسفي يساوي سفر فاصلة واحد وسبعون كل عناصر القدرة الغير فعالة أصبحت الآن معروفة لمصباح التنغستين والليد يعني الآن يمكننا حساب يعني بعد التعرف على سينسفي لكل مصباح الآن يمكننا حساب القدرة الغير فعالة وبالتالي القدرة الغير فعالة لمصباح تنغستين كي تساوي الجهد مائة وعشرون فولت مضروفة في شدة تيار أي سفر فاصلة تمانية عشر أمبير مضروبة في سينسفي أي في سفر كل شيء مضروف في سفر يساوي سفر إذن القدرة الغير فعالة لمصباح تنغستين هي سفر فار هذه النتيجة تعرفونها جيدا وهي أن كل جهاز لديه معامل قدرة يساوي واحد لا توجد لديه قدرة غير فعالة الآن قيمة القدرة غير فعالة لمصباح الليد القدرة الغير فعالة تساوي الجود مائة وعشرون فولت مضروفة في شدة تيار سفر فاصلة خمسة وعشرين أمبير مضروفة في سينسفي وهي سفر فاصلة واحد وسبعون تساوي تسعة وتلاتون فاصل سفر خمسة فار إذن القدرة الغير فعالة لمصباح الليد هي تسعة وتلاتون فار وهكذا نكون قد انتهينا من حساب القدرة الغير فعالة من صباحين معا وسننتقل إلى الاستنتاجات إذن القدرة الغير فعالة لمصباح تنغستين هي سفر فار والسبب في ذلك هي أن معامل قدرته هو واحد أما القدرة الغير فعالة لمصباح الليد هي تسعة وتلاتون فار كما تشاهدون هنا عندما يكون معامل قدرة هو واحد فإن القدرة غير فعالة تسوي السفر يعني غير موجودة وعندما يكون معامل القدرة أقل من قيمة واحد لا بد أن تكون هناك قيمة معينة للقدرة الغير فعالة وكلما انخفض معامل القدرة بنسبة كبيرة عن واحد ارتفعت قيمة القدرة الفعالة وطبعا سيرتفع الشدة التيار أيضا هذا للمقارنة فقط وليشرح كيفية عساب القدرة غير فعالة أما بالنسبة لنا تقنيا سأتعدد لكم قليل عن سلبيات القدرة غير فعالة القدرة غير فعالة غير مرغوب فيها إطلاقا ويجب علينا التقليل من قيمتها عن طريق تصحيح معامل القدرة أو بعبارة أخرى الرفع من قيمته بواسطة المكتفات سنشاهد ذلك لاحقا إن شاء الله في دروس الكهرباء الصناعية لماذا القدرة غير فعالة مدرة لنا كهربائيا لأن لها مفاعل كهربائية سلبية وعكسية على الأجهزة وعلى التوصيلات والأسلاك وحتى على المحولات أو المولدات الكهربائية سأعطيكم على سبيل المثال دون الدخول في تفاصيل معقدة في الأجهزة الحركية مثل المحركات تنتج لنا القدرة غير فعالة حرارة تؤدي إلى سغونة المحرك سيتم سعب أمبير إضافي جزء منه موجه للقدرة الفعالة وهو الأساسي والقدرة الفعالة نحتاجها في دوران المحرك وهو أهم شيء لنا وجزء من الأمبير سيتم سحبه لا نفع منه سيتسبب في تسخين المحرك والتسخين يؤدي إلى عدة أشياء مثل ضرورة توقف المحرك لتجنب تلفه وتأخير في الوقت وفي نفس السياق تتسبب لنا القدرة غير فعالة في تسخين الأسلاك والكابلات يعني كلما ارتفعت يكون هناك ارتفاع في التسخين يعني أعطيكم الآن بعض المشاكل التقنية من وراء القدرة الغير فعالة وأيضا تتسبب لنا في انخفاض في قيمة الجود إذا كانت مرتفعة كثيرا في أي تركيب كهربائي ينخفض قيمة الجود الكهربائي يحدث مثل هبوط للجود أثناء تشغيل الآلات والتي يكون معامل القدرة فيها منخفض جدا عن واحد بالإضافة إلى عدة مشاكل أخرى في التردد والتسخين المحولات الكهربائية وأيضا زيادة الحمل على المحول أو المولد هذه النقطة بالدات زيادة الحمل عن المحول أو المولد سأشرحها في الحلقة المقبلة لأنها ستكون واضحة بعد دراسة القدرة الضائرية حتى تفهمونا جيدا بالنسبة لنا التقنيا لابد أن نعمل على تخفيض القدرة الغير فعالة خصوصا في المجال الصناعي عن طريق المكتفات لأن كل شركة توزيع الكهربائي في المجال الصناعي فقط في المجال المنزلي ستحاسبون فقط على قدرة فعالة أما في المجال الصناعي تحاسبون على القدرة الفعالة والقدرة الغير فعالة وتحاسبون على القدرة الغير فعالة بيتامن مرتفع عن القدرة الفعالة لترغمنا على تخفيض قيمتها إلى أصغر قيمة ممكنة لكن بالنسبة لهذا الأمر أن المجال السكني أو العمراني لا يدفع تمان القدرة غير فعالة لا تفرحوا بهذا كثيرا مع بدء انتشار الأدادات الإلكترونية الحديثة وبمجرد تعميمها على كل مشاركين أو المواطنين أنا أعتقد أن الجميع سيضطر إلى دفع تمان القدرة غير فعالة أيضا لأن العدادات الإلكترونية تستطيع حساب القدرة الغير فعالة بسهولة يعني العدادات القديمة التقليدية تحسب فقط القدرة الفعالة أما العدادات الإلكترونية يسهل عليها بسهولة حساب القدرة الغير فعالة لذلك انتبهوا إلى هذا الجانب قريبا وفي المستقبل سيصبح العادية عن تصحيح معامل القدرة إلزاميا في كل أنواع الربط بالكهربع كان ذلك صناعيا أو منزليا يعني حتى وإذا كان بعد عشرين سنة لكنه مع ارتفاع تكاليف الفاتورات الطاقية سيصبح إلزاميا دفع تمان القدرة الغير فعالة حتى في المنازل كان هذا تقريبا كل شيء قبل الختام سأعطيكم باقي علاقة عناصر القدرة الغير فعالة تشبه تماما علاقة القدرة الفعالة وأيضا بالنسبة لأجهزة تلاتية الأطوار لابد أن تنتبه وتضيفه جدر ثلاثة في النهاية سأعطيكم ملخص لما قمت به في هذه الحلقة أولا لحساب القدرة الغير فعالة لابد لنا من تحديد قيمة سينس في ولتحديد قيمة سينس في لابد من حساب الزاوية في عن طريق معامل القدرة كوسينس أس ناقس واحد في بساوي قيمة الزاوية في بالضراجة بعد ذلك سنحسب قيمة سينس الزاوية في طبعا كل شيء باستعمال الآلة الحاسبة هذا هو رابطها وستجدونه في وصف هذا الفيديو وهكذا ستكون لدينا قيمة معينة لسينس في بعدها سنحسب قيمة القدرة الغير فعالة بسهولة كان هذا كل شيء إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أشكركم على المشاهدة دمتم بخير وإلى اللقاء